أشترك واحدة من الأخبار التي تحدثت والتي تدق نقوس الخطر بشكل كبير ومباشر إذا صار هذا هو التعداد الزيادة السنوية تحدث عن نسبة 1% كده سنة نعم مرضى السكر يزدادون في السعودية وهذا بحث عدة وزارة الصحة بالتعاون مع جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية نعم الرقم سنة عن سنة قاعد يزيد الدكتور نعم صحيح متى رح يوقف؟ والله هذا هو دورا للحقيقة ودور الإعلام بصفة عامة هو التوعية وهذا سبب احتفالنا السنوي بيوم التوعية بمرضى السكري وهو في الرابع عشر من شهر نوفمبر ولكن نحن دوم نقول لا نحد توعيتنا بيوم واحد ولا بشهر واحد في الواقع ولكن توعيتنا على مدار السنة وانت ترى أخي ياسر العدد الكبير جدا من المؤتمرات سواء للأطباء أو للمرضى التوعوية وهذا هو الغرض الحد من انتشار مرضى السكري إذا لم نحد من انتشاره إذا استمرنا على هذا المنوال سنة عن سنة رح نشوف زيادة في معدلات الإصابة ماذا ينتظر هنا في السعودية؟ والله ينتظرنا كما ينتظر للعالم يعني الآن الإحصائيات تدل أنه بعد عشرين سنة من الآن الزيادة قد تصل إلى ثمانين في المية وهذه الإحصائيات الآن هناك خمسمية مليون شخص مصاب بمرضى السكري بعد عشرين سنة من الآن سيصبح العدد سبعمية مليون أو ثمانمية مليون فنحن نتحدث عن تقريبا ثمانين في المية من المرضى سيصابون بمرضى السكري وأضف إلى هذا العدد نصفه هو شخص يعني الأشخاص الذين لديهم القابلية للإصابة بمرضى السكري فأضف هذا العدد إلى هذا العدد فصير نسبة لشكل كبير جدا متزايدة لو قلو لك يا دكتور تعالوا شخصت لنا الحالة بعبارة واضحة المعالم شخصت لنا حالة السكر في السعودية بتقول الوضع خطير؟ هو بلا شك يعني وصف مرضى السكري بمرضى القصر في المملكة العربية السعودية وغيرها ولا أود أن أطلق عليه اسم جائحة ولكن هو في الواقع جائحة قد نسميه بانتمك لأنه انتشر بشكل كبير جدا وأصبح يصيب الكبير والصغير وظاهرة أيضا؟ وظاهرة نعم بلا شك كما هو الحال بالنسبة لزيارة الوزن من ناحية الإصابة بين الجنسين هل فيه نسبة وتناسب يمكن جنس عن آخر؟ والله يعرض أنه يصيب الرجال والنساء على حد السواب وإن كانت زيارة الأوزان لدى النساء أكثر منها في الرجال ولكن بالنسبة للسكر النوع الثاني يصيب الرجال والنساء على حد السواب طيب دكتور لا نفترض بأنه جميع من يشاهدنا ويسمعنا بأنه نفاهم وعارف تفاصيل مرض السكري طبعا مرض السكري هو نوعين النوع الأول صحيح اللي هو معتمد على الإبر الإنسولين الإنسولين والنوع الثاني اللي معتمد على المحفزات أو الحمية أو الرياضة وغيرها وفيه نوع ثالث اللي هو سكري الحامل نعم تخذونه ضمن الحسبة أنتم؟ بلا شك حقيقة تقسيم مرض السكري إلى أربعة أنواع إن صح التعبير السكر النوع الأول الذي يصيب الأطفال ويكون هو خلل في الجهاز المناعي وجسم الإنسان يكون لسبب أو لآخر بعض الأجسام المضادة التي تؤثر سلبا على غدة البنكرياس فيكون العلاج بالتعويض بالإنسولين هذا لدى الأطفال وهناك السكر النوع الثاني الذي يكون سببه خلل في مستقبلات الإنسولين بسبب قلة الحركة وزيارة الوزن ويكون العلاج بالأقراص الفموية المحفزة والمنشطة لمستقبلات الإنسولين وهناك كما تفضلت سكر الحمل الذي يظهر أثناء الحمل فقط ولكن نشاهد الحقيقة العديد من النساء بعد انتهاء الحمل والمفترض أن ينتهي لديهم مرض السكري ولكن يستمر لديهم مرض السكري إما بسبب قلة الحركة أو زيارة الوزن وهناك النوع الرابع إن صح التعبير وهو السكر الثانوي وهو سكر حقيقة نادر للحدود بسبب عوامل خارجية إما دوائية أو التهابية للبنكرياس نفسه أو استئصال البنكرياس ولكن هذه حالات نادرة وفي أيضا ما يسمى بالسكري الوراثي بسبب خلل في أحد الجينات ولكن أيضا هذه من الأمراض أو الأسباب النادرة لمرض السكري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر